ما فيش اهم من الصحة وما فيش اهم من صحة القلب ما فيش اهم من ان كل واحد فينا يكون حريص ان هو يكشف دايما بشكل دوري على صحة قلبه عشان يقدر يتفادى اي كوارث ممكن تضر بحياته طبعا ما فيش كرسة او فاجعة اكتر من الموت المفاجئ النتج عن قصور في القلب ربنا يحفظكم كلكم أمين يعني للأسف بقنا فترة كده بقنا بنسمع عن بعض الحوادث اللي بتنهي حياة شباب صغير في السن يمكن شباب صحي زي الفل دخل ينام عمش بنسمع كتير قوي عن الحالات دي وبيبقى شاب صغير في السن لكن مات فجأة نتيجة لأزمة قلبية السؤال هنا بقى هل الأزمة القلبية دي يعني أسبابها ايه أسبابها هل الحزن هل الاكتئاب هل التدخين هل القرق وقلة النوم الحكاية يعني المشكلة هنا بتبقى فين بزايت انه بيبقى زي ما قلت لحضراتكم شباب زي الفل وصغير في السن هل في خطوات معينة ممكن نمشي عليها عشان نتصدى لهذه يعني الاشكالية بالتحديد أسئلة كتيرة جدا هنجاوبها مع ضفنا اللي نورنا في الستوديو دكتور طارق رشيد استشاري أمراض القلب والقسطرة التدخلية جماعة عين شمس وهائة رعاية الصحية أهلا بك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور وصباح خير عليك ونشاهدين جميعا أهلا وسهلا دكتور خلينا نقول كده إيه الحكاية بالضبط يعني إحنا بعنا بنسمع كتير قوي عن حدوث أزمات قلبية وتحصل بعدها موت مفاجئ ربنا يا باد عن جميع طيب خلينا الأول نطمن المشاهدين أنه هو الموضوع ما هو زيادة ولا حاجة يعني إحنا مش في الفترة اللي إحنا الموضوع بيزيد فيه لأ هو الموضوع بس ابتدت الأخبار تتنقل بسرعة أكبر وابتدت الناس تسمع عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الإعلام عموما عن موت مفاجئ لصغار السن أخيرهم طبعا ربنا يرحمه الفنان مصطفى درويش ربنا يرحمه ومفيش أحسن من أنه راح يسيب ذكرك ويسا يعني دي حاجة جميلة طبعا وإحنا يعني كلنا حزن على فرقه الموضوع الحقيقة علشان نبقى عارفين بس هو على مستوى العالم كله وإحنا بنجيب الأحصائيات الحقيقة من برة ما عندناش إحصائيات دقيقة هنا في مصر لنقدر نطلع بينها النسبة بس عموما هي النسبة بتبقى واحد في الألف فكل ألف مواطن بيبقى فيهم واحد هيحصل له موت مفاجئ الموت القلبي المفاجئ ده هو تعريفه اللي هو الموت اللي بيحصل خلال ستين دقيقة أو ساعة كاملة من حدوث أزمة قلبية ومفاجئة اللي احنا بنستغرب لهم بس أنه هو ما كانش عنده حاجة ودول الحقيقة الغالبية اللي بيحصل لهم موت مفاجئ ده بقى السؤال هنا وده المفاجئة لنا كلنا وده اللي صدمنا وخلى عندنا كده نوع من أنواع الحزن الشديد قوي قوي بالزيد طبعا أننا معرفنا بموت الفنان مستفى دويش هنكمل هذه القضايا بالتفصيل لأننا عايزين نوعي المشاهدين ونزيد الوعي عن الأزمات القلبية بالتحديد للشباب لكن هنروح لمنجز الأهم وآخر الأنباء ومن ثم نرجع لحضركم مرة تانية شكرا لك بس أنت أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة أستدسى بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تباحث حول آخر تطورات الأزمة في السودان حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة تبادل الجهود للتواصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية وخلال الاتصال تم مناقشة سبول دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا في مختلف المجالات خاصة على الصعيد التبادل التجاري وكذلك الاتثمارات المصرية في قطاعات الحيوية في كينيا تنطلق اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء هذا وأكد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية وذلك لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي عام 2024 فرصة لتقديم رؤية مصر للتنمية الحضرية ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن الجديدة جاء ذلك خلال استقبال الوزير الوفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمتابعة الموقف التنفيذي للخطوات التنصيقية والتنظيمية الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر عام 2024 حيث أكد أمنى حرص مصر على تقديم الدعم اللازم للتحضيرات الخاصة باستضافة المنتدى بالإضافة إلى استضافة مصر في عام 2025 لقمة المدن الإفريقية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية يشهد قطاع غزة هدوءا حذرا عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة حيث التنفيذ وأوضحت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدرين فلسطينيين أنه جرى الاتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم على وقف متبادل ومتزامل لإطلاق النار وكان قطاع غزة قد شهد تصعيدا على خلفية وفاة معتقل مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال حيث شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على أهداف بالقطاع بينما شنت الفصائل قصفا صاروخيا على المستوطنات الإسرائيلية أعلن الجيش السوداني في أحدث بيان له استقرار الوضع الميداني في جميع أنحاء البلاد عدى اشتباكات متقطعة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم واتهم الجيش السوداني قوات الدعم بخرق الهدن المتفق عليها بين الجانبين والقيام بقصف عشوائي لبعض المواقع بينها أحياء سكنية كما اتهم الجيش عناصر الدعم السريع بمواصلة قيامهم بنهب بنوك ومحلات تجارية في أم دورمان مشيرا إلى تلقيه شكوى من الصفارة الهندية باقتحام عناصر مسلحة لمبنى الصفارة وصرقة محتوياتها تعقد اليوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا بمقر الأمنة العامة للمنظمة في جدة وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان وذلك بناء على دعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي كما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طاها أن اجتماعا لجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار بها قرر مجلس إدارة التحاد الكرة مشاركة نادي برامتز في مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها الجمعة المقبل في الإمارات وذلك أمام النادي الأهلي وكان من المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين فريقية زمالك بصفته بطل الدوري والأهلي بصفته بطل كأس مصر قبل أن يعتذر الفريق الأبيض عن عدم المشاركة في اللقاء توجه فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة بلقب بطلة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة ثلاثة واحد في ثاني لقاءة الدور النهائي للمصابقة وذلك على صالة الألعاب مدينة السادس من أكتوبر وكانت سيادات الزمالك قد فزنا على الأهلي في اللقاء الأول للدور النهائي لكأس مصر بنفس النتيجة ليتوجه الفريق الأبيض بلقب البطولة حيث تقام المباراة النهائية للمصابقة بنظام بيست أوف تري ختام مجزء التاسع وعودة مرة أخرى إلى منا وبسانت علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر كل شكرا لك يا دينا خلينا نرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ الدكتور طارق رشيد استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية دكتور طارق خلينا نرجع تاني نستكمل كلامنا اللي كنا نتكلم فيه قبل مجز الأنباء حريك بتقول إن الموضوع الحمد لله يا رب ما هو الظاهرة ولا حاجة لكن فيه بقى يعني إحنا من إينا منتكلم عليه كتير يمكن موضوع ظاهر أكتر لنا في السوشيال ميديا لكن خلينا نقول بقى الأسباب على طول علشان نبقى منطمين اللي ممكن يقدي أو يوصلنا للأزمة القلبية المفاجئة طيب هيا الأزمة القلبية المفاجئة أسبابها الرئيسية هي قصور الشرعين التاجئة أو جلطات الشرعين التاجئة المفاجئة طبعا فزي ما قلت الحالك ليه برد ليه كويس أولا العمر أكتر عمر بيحصل فيه موضوع ده هو من 40 سنة ل70 سنة ده أكتر فترة بتحصل فيها القصة ده نمرة اتنين في عوامل خطور طب يعني الشباب اللي أقل من كده نستسنيهم مش نستسنيهم احتمالهم أضعف من أنه يحصل بس البيج بتاعنا بيبقى من 40 سنة ل70 قبل كده ممكن يحصل ممكن يحصل طبعا بس احتماله أضعف شوية من الفترة دي العوامل الخطورة اللي تؤدي لمشاكل الشرعين التاجئة وجلطات الشرعين التاجئة هي أمراض السكر ارتفاع ضغط الدم الكوليستيرول التدخين السمنة طبعا تقدم العمر والحقيقة الرجالة بيبقى أكتر شوية من السيدات ماشاء الله ربنا أحفظ الكل العوامل دي كلها مجتمعة تزود مشاكل الشرعين التاجئة أو تؤدي إلى حدوث تصلبات بالشرعين التاجئة وانسدادات كل واحد فيهم لوحده لو مسكناه هل هو بيتسبب في الموت المفاجئ بيزود احتمال الموت المفاجئ لو مسكنا السكر لأ الضغط لأ ارتفاع الكوليستيرول لا أكتر حاجتين هم التدخين نمرة واحد ده بيزود احتمال الموت القلبي المفاجئ ثلاث أضعاف ليه بيقفل الشرعين وليه بيعمل إيه بيعمل مشاكل في الشرعين وتجلطات في الشرعين مفاجئة فتؤدي إلى الموت القلبي المفاجئ فبالتالي دي أول حاجة نقدر نتجنبها أن احنا نمنع نفسنا على التدخين وكل واحد طبعا عارف مصلحته كويس ولازم يبقى عارف أن دي صحته دي أمانة بمزاجه أو يفرط فيها بمزاجه لازم تخفز على سبياتك لأن دي أكبر نامة عمر رمضان تدخين ده يعني التدخين مختلف بقى أشكاله سواء كان أيا كان بقى حاجة إلكترونية حاجة من الناس اللي تخرج وتنبسط مع بعض في كافي ولا مش عارف إيه من تأخذ كل ده تدخين كل أشكالها عشان الناس يقول لك لا ده حاجة كاشوال وده حاجة مش مشكل مستمر خالص لأن كل دي حاجات بتؤثر على بطانة الشرعين التجاية وتؤدي على بطانة الشرعين عموما وتؤدي إلى مشاكل وترصبات كوليستيرول وتؤدي إلى يعني الضعف بجدار الشرعين وحدوث تجلطات عليها فالتدخين ده نمر واحد في الزيادة فرصة الضبط الموت القلبي المفاجئ فبالتالي احنا نتجنبه تاني حاجة لسمنة برضو من الحاجات اللي هتزود الموضوع يعني الناس اللي هي بتفرط في الأكل وابتاكل الحاجات بالذات الحاجات الحلويات الكتير والحاجات اللي فيها سكريات زيادة كل دي بتؤدي لسمنة وتؤدي إلى مشاكل الشرعين المشكلة عندنا هم الناس اللي ما نعرفش عندهم حاجة خالص وفجأة حصلوا موت قلبي المفاجئة هو الحقيقة بيبقى واحد عنده مشاكل في الكوليستيرول أو مشاكل يعني بيدخن مش هواخد باله منها تحت ضغوط الحياة والاسترس الزيادة هو مش محافظ على صحته كويس بيحصل له مشكلة أو تجلط في الشرعين يعمل له الموت المفاجئة ودول الحياة ومثله 50% من الموضوع كل بس أنا عايزة أسأل حركة سؤال هل إنه حد يعني لسه كاتب status أو تويتا معينة وخمس ساعات بعدها يعني ما فيش أي أعراض حاسس بيها طبعا من الوضع لأنه كان فيه تفاعل على هذا المنشور فهل فعلا من غير أي أعراض الواحد ممكن يدخل ينم ما يصحاش أه بصي عركة زي ما قلت الحاجة هو تعريفه كله إنه هو الموت اللي بيحصل خلال دقيقة من بداية المشكلة خلال 60 دقيقة يعني خلال ساعة واحدة هي المشكلة بتبتدي بحاجة اسمها يعني لأول بوادر الموضوع بوادر دي بتبقى ألم في الصدر حصل له فجأة جاله ضيق تنفس ضربات قلب حصلت سريعة ابتدا يحصل له نوع من الدوار أو الدوخ اللي هو مش قادر يتحكم في نفسه ثم ده يتطور بسرعة جدا في خلال الساعة دي بتحصل الوفاء على طول في خلال يعني فترات قليلة إحنا نعمل إيه في حاجات نقدر نعملها علشان نقلل الفرصة مش بنمنع طبعا نخلص مية في المية دي حاجة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى نحن بنقلل يعني احتمال حدوث مشكلة زي دي نمرة واحد إن إحنا نبعد عن التدخين تماما نمرة اتنين إن إحنا يعني نحافظ في أكلنا ما نزودش قوي في الأكل اللي بيزود الوزن نقلل اللي عنده سمنا يحاول يقلل وزنه شوية نمرة ثلاثة الرياضة المعتدلة ودي حاجة مهمة جدا رياضة معتدلة بانتظام برضو الرياضة العنيفة بتزود الحقيقة مش بتقلل المجهود زيادة على المجهود الناس اللي بتعمل مرة واحدة تنزل تعمل مجهود بسرعة وتنزل على الجيم ويعمل تمارين جامدة جدا ده ممكن يحصل له حاجة فلازم كله تدريجي ونعمل تمارين بانتظام يوميا في حدود من خمسة واربعين دقيقة الستين دقيقة كويس جدا وننتظم على الاقل من اربع لخمس تيام في الاسبوع برضو انا بقول النصيحة اللي انا بعملها انا مش بقول النصيحة انا ما بعملهاش عشان برضو الناس تبقى عارفة انا مش بتكلموا خلاص يعني انا بتجنب التدخين تماما بحافظ في اكل كويس جدا على الحاجات اللي فيها خضر وفكهة بحيث ان انا استفيد من المعادل والفيتامينات الموجودة اقل الحاجات السكريات المباشرة اللي هي الحاجات السكر البسيط اللي بنحطه في الشاي الحلويات الحاجات اللي يعني بتزود الوزن مني بالضبط او اساسا من الفكهة مع المحفظ على التمارين الرياضي بالذات كله الوقت اللي هي البدلي شوي يعني ايه دي ناس اللي هي بتحفظ على نفسها بقى في ناس بعد تدعيات كورونا كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتقلق الناس التجلطات اللي بتحصل نتصرف ازاي خصوصا ان في ناس خدت كورونا وخفت من غير ما تحس مظهرش عليها اعراض تبقى وتكتشف بعد كده ما هو ما اكتشفتش يمكن مفيش حد تقريبا مجروش كورونا بشكل او باخر اي ان كان بقى نوع الفيروس يتعامل ازاي مع القلق بتاع اقبار التجلطات ايه برضو حرك ما فيش بروتوكول محدود للمحدد للقصة دي هو الموضوع كله يعني بيتطلب ان حرك تحفظي في اكل كويس تعملي تمارين رياضية منتظمة نشرب سوايل كتير نخلي بالنا من الحاجات اللي ممكن تزود كمان المشكلة مع الموضوع الكورونا مع موضوع التجلطات يعني ما نديش فرصة نحصل جفاف شديد مثلا في الفترات اللي هي فيها حر زيادة او في الفترات مثلا للصيام نشرب مايا كتير كل الحاجات دي هتقلل حدوث التجلطات طبعا كان فيه من ضمن البروتوكولات اللي بنيديها في الكورونا ان احنا ندي ادويت سيولا بس ياب برضو الحقيقة ده مش موضوع يعني له يعني حاجة المستمرين تراملين على ادويت سيولا من غير حاجة تستدعي يعني تماما يعني هو الموضوع كله يتطلب العادات الصحية السليمة والبعد عن الحاجات اللي ممكن تزود المشاكل هل قلة النوم ممكن تبقى سبب في حدوث ازمة قلبية او كثرة النوم؟ مش بشكل مباشر بالزبط او حرك مش بشكل مباشر لا هو فترة النوم مش سبب في القصة دي انما الاكتر وقت ممكن يحصل فيه ده هو الفترة الصباحية اللي هي الارلي مورنين يعني فترة بعد الفجر على طول دي ممكن فترة بتبقى شوية المشاكل القلبية بتبقى زيادة فيها برضو فترات البرد الشديد او فترات الحرر الشديد يعني الشخص اللي ما بينامش مثلا اربع ساعات على بعد ده هيب عنده اه حاجات تانية هتؤدي بشكل غير مباشر الى مشاكل الحرين التجاية زي انه عنده ارق عنده عنده توتر زيادة الحقيقة هيبقى ضغطه بيرتفع هيحصل مشاكل عنده في الكوليستيرول هيحصل مشاكل في السكر او مقاومة الانسولين كل ده هيزيد مع قلة النوم وبالتالي بشكل غير مباشر هنلاقي ان قلة النوم دي عملت مشاكل عندنا قدت لمشاكل الشرعين مرة تانية طبعا النوم برضو الكافي اللي هو في حدود سبع ساعات لتمن ساعات يوميا مهم جدا والنوم برضو في الفترات اللي هي المزبوطة طبعا في الناس بتبقى يعني موعدنا ده اهم حاجة دي حاجة مهمة جدا طبعا مع ممارسة الرياضة والاكل السليم ما فيش حاجة تانية نقدر نحن يعني نقلل الفرصة بيها غير على كل حالة احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا السلامة من الله سبحانه وتعالى وبنتمنى وبس الناس ما تخافش يعني يعني الموضوع ده ما خليش الناس يشغل بالها زيادة عن اللزوم برضو لضغوط النفسية والعصابية الناس اللي عندها امراض نفسية عندها فرصة زيادة ان نحصل لها المشكلة دي وبالتالي نحاول شوية نتجنب قصة التوتر والزعل واحسن حاجة حركة لشان تبعدي عن السترس هو ممارسة الرياضة ما فيش حاجة تانية برضو بتقلل القصة يبقى الرياضة والابتعد عن التدخين هي دي رشدة دكتور طارق رشيد استشاري امراض القلب والأسطرة التدخلية كل شكرا لك على وجودك معنا يا فندم نتمنى السلامة للجميع ان شاء الله شكرا لكم